اشتركوا في القناة التي أقيمت اليوم الخميس في مدينة جولد كوست الأسترالية وخلال الاتصال أشهد جلالته بالأداء الكبير والمشرف الذي قدمه المنتخب خلال المباراة أمام أستراليا مثنيا على المستويات الفنية العالية التي أظهرها اللاعبون والروح الرياضية والإصرار الذي تحلى به أفراد المنتخب وأشار جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى أن هذا الأداء المشرف يعكس تطور كرة القدم البحرينية ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي متمنيا أن يكون هذا الفوز حافزا لللاعبين لمواصلة تحقيق النجاحات في الاستحقاقات القادمة كما أثنى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة في الإعداد الجيد للمباراة وتوفير كافة سبل النجاح لللاعبين معربا عن تقدير جلالته للجهازين الفني والإداري للمنتخب على العمل المتميز الذي ساهم في تعزيز روح الفوز لدى اللاعبين وجميع الجهود الوطنية المخلصة التي تؤازر المنتخب بدوره عبر الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة عن شكره العميق وامتنانه للدعم الذي يتلقاه القطاع الرياضي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشيرا إلى أن الرعاية الملكية السامية تعكس اهتمام جلالته الكبير بالرياضة البحرينية مشيدا بالدعم الذي تلقاه الرياضة البحرينية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر البرامج الحكومية المختلفة الدعمة للقطاع الرياضي كما ثمن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم والجهود المستمرة الداعمة للاتحادات الرياضية والتي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي ساهمت في دفع عجلة التطور لديها نحو تحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة أن التهنئة الملكية تمثل وسام فخر واعتزاز لجميع منتسبين رياضة البحرينية معربا عن تقديره العميق لإشادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا أن المسؤولية تضاعفت في بيت الكرة البحرينية للعمل بجدية أكبر وتوفير الإعداد المناسب للمنتخب في مشواره القادم بالتصفية المونديالية ترجمة نانسي قنقر